أعلنت اللجنة التنسيقية المركزية لموظفية العراق عن تحديد العشرين من تمزجار موعدا لانطلاق الاحتجاجات العامة الخاصة بتعديل سلم الرواتب ووفقا لبيان صادر من اللجنة فإن أعضاء التنسيقية ومن خلال المشاورات فقد تم تحديد العشرين من تمزجار موعدا لانطلاق تظاهرات وتحت عنوان انتفاض التعديل سلم الرواتب من منطقة العلاوي باتجاه الخضراء وأضفها البيان أن الاجتماع المشترك لممثليات ومنسقيات العراق كافة ركز على ضرورة إصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدني من قبل رئاسة وأعضاء مجلس النواب إضافة إلى الضغط على الحكومة لأجل التسريع بإجراءات التصويت على قانون الخدمة وإرساله إلى مجلس النواب لتشريعه على أن لا يتعدى سنة 2024 حصرا هذا هو تابع أن التوجيهات الأخرى شملت إبقاء الضغط والتظاهرات والاعتصامات مفتوحة سواء كانت المركزية منها أو في المحافظات لحين تحقيق المطالب شكرا 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 شكرا